أهلا وسهلا فيكم مشاهديننا أصدقائنا الحاضرين معنا اليوم بهالنهار المبارك وجاي لكم اليوم كل ما رفعنا اسم يسوع اتعظم في وسطنا وقوية شهدتنا بين العالم ونحنا مدعوين بهالأيام ان نروح ونصنع تلاميذ ونشهد عن عمل الرب بحياتنا فاليوم موضوعنا هو الشهدة خلال المرض والصعوبات ورح نكون عم نتأمل بهيدا الموضوع وأنا متأكد أنه رح يكون بركة للكاثرين أخوتي المسيح دعينا وأطلقنا إلى العالم تحتى نخبر عنه ونصنع تلاميذ وقالنا اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الله والابن وروح القدس وها أنا معكم كل الأيام حتى انقضاء الدهر هيدا الدعوة إياكم تفكروا هي لمجموعة خاصة من الناس هيدا الدعوة هي لكل إنسان للقوي والضعيف للكبير والصغير اللي بيشعر أنه هو بصحة جيدة والمريض هيدا دعوة موجهة لكل واحد مننا وإذا اليوم أنت حيسس أنك أنت منك أهل لهيدا الدعوة أو أنت مش قادر أو في أسباب ما عم بتخليك تشهد عن يسوع المسيح أنا متأكد من بعد هالخدمة رح تشعر بنعمة خاصة بقوة خاصة لتكون أنت شاهد للرب يسوع المسيح اليوم بدي استضيف معنا أنا له علاقة بالشهادة وربطة بالصعوبات والتحديات بالحياة وإذا ممكن يطلع معنا خينا بحب أنه لما يطلع كلنا نرحب فيه هيك ترحاب خاص رح نحطه على الشاشة الكبيرة ولا رح يدل على الشاشة الصغيرة إذا في شيء طريقة يطلع ويبقى هو على الشاشة الكبيرة بيكون كتير منيح أهلا وسهلا فيك جانو حبيب القلب انت أنا بعرف جان شعبول هلا بس رح ترك المجال بعد شويلة جيجي تخبرنا بس أنا كل ما بقعد معه قلبه بفيد من المحبة بفيد من المحبة وبيحب كل واحد منا جيجي أهلا وسهلا فيكن اليوم معنا انت وزوجيك وبنوتتكن فحبب هيك شوية تخبرنا عن نفسك وأول شي بدي اسألك كيف كانت حياتكن قبل تشخيص جان بمرض الالس مجرور أول شي اسمي جورجيا جوزي جان نحنا جوزنا بالالفين واثناش بالالفين واربعطاعش صار عنا بنتنا نورما بالالفين وخمستاعش جان صار عنده مرض اسمه ALS بشلله حركته كليا فقبل المرض نحنا بفترة زواجنا جان شخص مسابر شغيل سبورتيف مميز كان مؤمن بحب الرب في هذه الفترة كان جان عم بيعرفني أكتر وأكتر عن الرب عم بيتلمزني وبهذه الفترة كان الرب بلش يدعيني انه تتشكل شخصيتي باعتقد هذه كلها كانت علمات تنكون سبتين للمرحلة اللي نطرتنا واو وكيف كانت ردود أفعالكم لما عرفتوا انه جان مصاب بالالس كانت كتير صعبة كان كل شي غباش قدامنا ما عم نفهم شو عم بصير شو هيدا المرض نحنا ما سمعنا فيه ولا مرة أحلامنا عيلتنا اللي كان عنا حلم نكبره شو بدنا نعمل هلأ كان شي كتير صعب يعني كنا ضايعين ما عارفين بل جان كان يجي كل يوم من الشغل يركع ويصلي وكان يبكي يقول له يا رب انت بعرف ما رح تتركني وما رح تتخلى عني ولا نهار يقس ولا نهار استسلم كان كل قلبه وعقله مع الرب انه يصليله ويمسكله بإيده تما يخاف بهيد المرحلة ويتضل المسك ولا مرة سألوا انه انا يا رب كنت تلميذك او كنت امين لقلك كل هالعمر وين تركني بالعكس قال له انا هلأ بحاجة لقلك بحاجة تساعدني وما تتركني فأنا لما شفت جان بهيد الفترة ويت لأنه هو الشخص اللي تلمزني وعلمني عن الرب يعني هو بني أمانه على صخر يعني انا كيف ما بدي حب الرب وفرح جاي من عنده وفي هذه الفترة انا اخدت عهد انه اذا جان خسر ايده انا كون ايده اذا جان خسر اجره خسر صوته انا رح كون موجودة حده اخدت عهد انه ضل موجودة معه لآخر نفسه امين 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 هيدا الزقفة لا جان وجان ولقلك نشكر رب من اجل ايمانه وثباته بالرب امينش في ناس بيستسلموا بهالظروف هيدا هو استسلم لمشيئة الرب ويدا الشي كتير حلو ومنشكر رب من اجلك انك انت سند كمان لقله بهالظروف في عندي شاب صديقي خبرني لما صديقه عرف انه معه اي لاز شال الفرد وقوص حاله ويدا الشخص هو معنا بالكنيسة مش اللي قوص حاله الشخص اللي خبرني هالاختبار عن شخص فالفرق ما بين شخص مؤمن يلي بحياته بيصير بركة على الرغم من كل الصعاب والتحديات وشخص ما بيعرف الراب بيقاس وممكن انه يخسر حياته فسؤالي لقلك شو التغييرات اليومية يلي صارت بحياتك لا تتأقلم مع هالحيلة الجديدة مصبت نحنا جاء تشخيصه من عشر سنين تقريبا كان كل فترة وفترة يخسر عضو من اعضاء جسمه وفي كل فترة كانت تصير يخسر شيء قول قول انا كيف تكمل كيف تقدر ساعد انه هيدا الشيء كتير صعب عليا مش قاطع ابدا عليا كيف تقدر بس بس الرب كان كتير كريم معنا كنا نقل له يا رب بدنا منك ما تشيل المرض بدنا منك تهديلنا ايدنا وتسير معنا وكل مرة كان عم بيصير شيء اكيد انا عم قلكم انه بهيد المرحلة كنت انا ابكي وحيص حالي طعيفة بس الرب يرجع ينشلني ويعزيلي قلبي واكيد اتنايناتنا انا وجان كنا عطولة من قوي بعضنا هو بعز مرضو ووجعو كان عم يعطيني القوة تقدر انا استمر نحنا منى لحالنا انا منى لوحدة في اهله لجان في اختي اللي كانوا هنه سند كتير كبير لالنا وفي الرب حط بدربة ناس كتير قبل المرض هنه اكتشفت انه هول من الرب وهنه كانوا سند وحب لالك لها الفترة حلو شكرا شكرا جان اليوم بيوعي الكامل جان كتير زكي بيقشع كتير منيح بيسمع كتير منيح كتير فهمين جان بس ما بيقدر يحرك جسمه بيقدر يحرك عينيه يمكن شوي شفيفه وما بيقدر يحكي فالسؤال هو لقلك كيف بيتواصل جان معكم كيف بيعبر جان عن محبته لقلكم فيك تخبرينه شوي بشكل عملي جان من ثلاث سنين تقريباً بضمن المرض خسر صوته خسر نفسه هو هلأ على مكان التنفس سو انا لانه موجودة معه دايماً بيقدر افهم على شفافه كيف بيتحركه واكيد عنا ورقة من جمع الاحرف وجان عطول بيلاقي طريقة انه يعبر لي لقلي ولبنتي عن حبه بيبعث لنا ميسجز على الواتساب لأليه بيكتبون اكيد في معه وبنت موجودة بغيابه هي تقدر تفهم على عيونه هيدا عم نحكي كله بعيونه بيبعث لنا ميسجز بيخليني ارسم وراءه واكتب كلمات حب لبنته بعلقه وراه هيك لما تفوت من المدرسة يكون عم يستقبلها عطول ببسمة ولا نهار ما استقبلها ببسمة ومكتوب عليها انا بحبيك بابا انت حياتي كل الكلمات الحلوة لمعقول بيبعث لبنته نعم حسنا اتسارت بهالاختبار بطالت عارف شو بدي اقول انا لما بزوله لجان نحنا منفكر منا روحت نشجعه لكن جان هو بيشجعنا بتذكر اخر مرة كنا عنده كتب لي يعني من خلال زوجته بيطلع على الاحرف وقال لي شيء مثل انا دعوتي ان يكون امين على الوزنة اللي الله عطاني ايها لما قال لي هالجملة كسر قلبي انه ربعتي وزني شو ما كانت هالوزنة دعوتو ان يكون امين بخدمتو بحياتو فالسؤال لقلي كيف بينما جان روحيا وكيف بأثر عليكم روحيا بالبيت جان بعز المرض قال لي مرة جملة بعدني اللي هالا بتذكر عمره سنين قال لي قدي انا محظوظ انه الرب عطاني قدي انا محظوظ انه ما في شيء بقى رح يلهيني عن الرب انا هلا بهيدا الوقت كله عم بيستخدموا للرب جان عطول بيلاقي طرق دايما هو مميز بالاسليب اللي بيستعمله منازلين لو طلب انه ننزله بلايت ابليكيشن على التليفون بحطة كل الليل لانه ما بيقدر ينام كل الليل بحطة بيسمع كل الترانيم ولا نهار احد برغم الظروف حتى اذا كان بالمستشفى بيفتح الانلاين الوعظة او بحطة ست سفن عطول وبيحضر الوعظات وبيشارك حتى علمني لقلي انه انا وينما كنت واذا ما قدرت اجي على الكنيسة انه انا لازم على الساعة عشرة افتح و احضر الاجتماع وحتى نحنا مسجلين بسوى مع الكلمة مع شمس كل نهار احد وجان هو اللي بقلي يلا صارت الساعة تمانه لازم نطلع ونحنا وعم نتشارك بالكلمة بصير انا وياه نتشارك بيعطينا افكاره انا بقولها للجروب الموجود معنا حتى عنده انجيل على تليفونه اللي منقعد منقلب له فيه حتى هو يقدر يقلب بعيونه وحتى كان تأثيره كبير على بنتنا نحنا حبينا نقسس عائلة مسيحية مش بس مسيحية مسيحية بتعرف عن الرب بنته مرة بنتي اللي هي بنتنا قلتلي انا بحب الرب هو الاول بحياتي وانتو بتجوا بعدين لانه الرب كتير حبني انا لما سمعت هيدا الكلام قلت كيف ادي اتزمر وانا بنيت عائلة مسيحية مبنية على كلمة الرب امين شو حلو انه بالوضع اللي هو فيه قدر يكون بركة وينمي غيره ما حدا مننا عنده سبب ليقول انا ما بقدر يكون بركة لغيري انا ما بقدر ابني غيري ما بقدر نمي غيري كلنا ربنا عطينا وزنيات وبيستخدمها لمجد اسمه حتى لما كون انا عندي مشكلة او فيه قرار بتاخده هو عطول بكون عم يرشدني بقلي الرب هل هيدا شي بمجد كلمة الرب انت اللي عم تتصرفيه انت اللي عم تتصرفيه انه هو المرفض الروحي لقلب البيت اللي بخليني اعرف اخد القرارات اللي بتمجد الرب امين انك شو حلو هايدي وانا بعتبره لجان خادم بكنيستنا لانه هو دايما بيصلي باستمرار للكنيسة ولخدماتنا ونحنا اذا مننجح بشي بسبب امانة هالخدام اللي باستمرار عم بيصلي من اجلنا فتانكيو لقلك يا جان حبيب القلب طيب دور جان شوي اذا بتخبرينا عن كيف بيشارك بالانشطة اليومية تبعكن خبرينا شوية عن هالامور هايدي هيدا يمكن احلى بارت لانه متل ما شفته جان ما بيحكي بيتنفس بمكانه ما بيقدر يحرك ولا شي بجسمه بجان هو اللي بيهتم فينا بالبيت يعني نحنا نتغدى ونتعشى ونتروى لانه جان هو مهتم فينا يعني هو معه بنت اكيد موجودة بالبيت علمه بوقت ما كان يقدر يحكي قدر يصل هو إياها لطريقة انه يعلمها قال انه انا ما بدي قوقف هون ما بدي استسلم بدي كميل وبيدي اهتم بعائلتي اذا مش قادر بطريقة تانية في هالطريقة مزبوط جان مش بس بيهتم فينا بيهتم بأهلي وبيهتم بإخواته وحتى مش بس بطبخ جان قدر يمشينا نحن بالبيت ماشينا على نظام ما في فوضى يعني الوقت نحن منوعة على السبعة كلنا منوعة على السبعة هو بيخلص اللي عندو ينرجع بيقول لي اليوم مثلاً عندك هول الاشياء بديك تعمليون في عندك مستحقات والالتزامات لحد درجة جان انفولت بهول موضيع هلأ رح تحسوها صعبة بس هو ما بيخلي شي ما يكون عم يدخل فيه حلو يعني جان من خلال عيني بيقدر يقرر شو الطبخة اللي بدنا نكلها اليوم والبنت اللي معكم بتساعدكم بتحضر الأكلات هي اللي بتحضر بصة اللي عملية كذا 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 لتصير الطبخة مزبوط هو كله بعيونه يعني هي وعم بتحط المكونات طبخة بكون عم بوقفها بعيونه وعم بخليها تكمل حلو وبعدين مثلاً اليوم عنا فطورة كهرباء لازم ادفعها هو حافظ كل هالموعيد وبيعرف فطورة الكهرباء الميكانيك حتى زيت بالسيارة رقم حافظه انا ما بعرف كيف معانو انا لبسو السيارة بقلو بتفاجئني كيف عرفت انا ما بعرف امتي لازم نغير زيت للسيارة حلو وفي نهار بالشهر بقليك روحي مسلا سوي شعرك كمان لا هيدا بعد عندو اللويل يعملها بس بعد كله محبة جام نشكر رب من اجلكون شو الدروس يلي فيك تعلمونا ايها من خلال هالاختبار هل عندكن رسالة بتحب توصولنا ايها اذا في شي على قلبك خد راحتك نحنا مضبوط عطول البسمة على وجنا بس نحنا تعبنا ونواجعنا وزعلنا واكيد كتير اوقات مش كل ايامنا كانت متل بعضنا متل بعضا كان عنا اوقات طلعات ونزلات بس ولا نهار استسلمنا ونحنا عطينا عهد للرب نكون امنين ما بدنا نخزله نكون معه امنين كل هالفترة تعلمنا انه كلمة تقوى العاصفة كلمة نحنا نتمسك اكتر ببعضنا ولا يوم تخلينا عن بعضنا وتعلمنا انه حياتنا كانت بركة لكتير من الناس وعنجد في كتير ناس اللي قلونا من وين هذه الابتسامة من وين هذه القوة مين بيقدر يعطينا القوة غير الرب كان هو لو قد ما نبشنا وبعرف في كتير عالم هلأ اكيد تعبنين وعم بفكروا شو الطريقة ما فينا غير ما نرجع للرب لانه هو الوحيد اللي بيكون امين كل شي بره رح يخلص ساعاته موقته بس إلا الرب هنجد موجود معنا بيعبيلنا الفراغ اللي بقلبنا حياتنا مثل ما قلت كانت بركة لكتير ناس وعرفوا انه فرحتنا وسلامنا نابعة من الرب وتمسكنا فيه بكل مرة بكون عم بحكي عن الرب بقله بعرف انه انت اخترتني واخترت عائلتي شكرا للرب هنجد كان امين كل هالفترة وبغياب الرب ما كنا قدرنا كنا نكون عائلة متماسكة عائلة بتحب الرب وقادرة تستمر امين شا حلوين هالكلمات في عندو شي جون رسالة بحبي قلنا ما بعرف اذا موصل لك شي رسالة بتحبي تريع على قلنا ما صبوط جون صلو فترة عم بحضر الرسالة متل ما بتعرف ان هو بيستعمل عيونه لا يقدر نكتوب لا يقدر يكتوب ويعرف يعني اكتب لكم المسج اللي حبي بيوصلوا يعني بيستعمل عيونه يعني اذا بدي يقول ذهبا بيطلع على ثلاث أحرف على الأحرف وانتو بتكتبوا نحنا اكيد تعوضنا هي اول شي بتكون صعبة بس بعدين الرب بيعطينا قوة اوكي المسج اللي رح وصله هو جون كاتبه عشر سنين مرأه وانا مريض من الاول فكرت بطريقة كيف ادي ضل موجودة اقدر ضل عم بساعد عائلتي وكون حدن وبيضي ضل ايجابي فعال ومتمسك بالرب انا كنت كوفر وقت بطلت قادر اشتغل وقفت ورحت اشتغلت عند خيه بمحل قطع سيارات لفترة خمس سنين كنت بيع قطع لما بطلت اقدر امشي وروح للمحل صرت تروح بالكرسي المتحرك عنجد هو ولا مرة استسلم بالشطة بالعاصفة كان يمشي عالكرسي حدا يجره ويروح لهنيك كل هو حس انه احلامه وطمعاته عم يغسرها كان بعدني مجوزة جديد وعندي بنت عمرها سنة حسات تعبان بس قوة والإيمان بالرب كانوا قواية وهلأ انا بتاخد خسرت الحركة وحتى نفسي عايش على ماشين كل يوم بقوم الصبح بشكر الرب على يوم جديد فكر كيف ادي ساعد عائلتي حد في بنت بتساعدني من كينيا صارت تعرف تطبخ علمتها كل شي صرت استعمل كل الطرق تطبخ سواء واهتم بعائلتي حتى صرت شاف ومش بس باهتم بمرتي وببنتي أهله وأهلي وأصحابنا وجان حبيب يشكر مرته قلت له أنا ما راح كمل اللي كتبته هلأ قدي ساعد مني وخلأ حبيب أشكر مرته وحبيبة قلبي عاكلتها طحياته بكل هالفترة ودي أشكر عائلتها أختي بالذات وعائلتي المقلفة أكيد من غسان وجان الهبر أكيد بتشوفوهن على عم بيرانمو كل الوقت ودي أشكر عائلتي التانية هي كنيستة وراعي كنيستنا لأسيس حكمة والأعضاء اللي كانوا على طول حدنا عن جد ما في أحلى من هيدا الكنيسة اللي بتوقف حد أعضاء الكنيسة اللي عن جد بحاجة لدعم كنيستنا كانت مصدر نعمة من أول نهار جان مرت فيه وبدو يشكر الرب يسوع وبدو يقول الرب رعية فلا يعوزني شيء آمين عليلويا من أهم المعجزات اللي رب يعطيها هالسلام اللي شايفينه بقلب جي جي و جان وهالفرح على رغم من كل التحديات كيف حياتهم شهيدة لإلنا هلأ مين من كون من بعد اليوم رح يقول أنا ما عندي شيء قدمه للرب أنا ما عندي خدمة قدمة أنا مش قادر إخدوم في حدا أبدا اللي شفناه اليوم هو معجزة حقيقية وربنا عم يدعى كل واحد مننا بكل الظروف أنه نكون شهيدة لإلوه أنا حيبة بإختهم بأقرأ عليكم من رومية 8 الأعديد 18 وما بعد هلأ أنت وعم تحكي خطره على بيلي أنا حلو نسمع لكلمة الرب تقول فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر تبهوا لكل كلمة لا تقاص بالمجد العتيد أن يستعلن فينا ألام الزمان الحاضر لا تقاص بالمجد العتيد أن يستعلن فينا لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله فإننا نعلم أن كل الخليقة تأن وتتمخض معا إلى الآن بتوفقه كل الخليقة تأن وتتمخض معا إلى الآن وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن المؤمنين لنحن أنفسنا أيضا نأن في أنفسنا متوقعين التبني في داء أجسادنا مش أرواحنا فقط أجسادنا يعني جاي اليوم يلي فيه جاء رح يتحرر من هذا الجسد الضعيف وينيل جسد ممجد يلي فيه إلى الأبد رح يعيش منتصر وغالب مش بس بروحه بنفسه بل بجسده أيضا وكل واحد مننا هيك متوقعين التبني في داء أجسادنا لأننا بالرجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور ليس رجاءا لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر منعيش حياة فيها صبر نتوقع في داء أجسادنا وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا جاء ممتلئ من روح الرب جيجي ممتلئة من روح الرب وهذا الروح يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح لأن بحسب مشيئة الله يشفع في القدسين ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده لأن الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين سورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا والذي دعاهم هؤلاء بررهم أيضا والذين بررهم هؤلاء مجدهم أيضا فماذا نقول إن كان الله معنا فمن علينا فمن علينا إن كان الله معنا فمن عليه شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك أريد أن أشجعكم الآن نأخذ فترة بالصلاة نصلي إلى خينا جاية اللي دائماً يصلي من أجلنا نصلي من أجل بعضنا البعض نصلي من أجل كل شخص متألم كل شخص عنده مرض عنده وجع عنده ضعف نصلي كيف ربنا يستخدم كل الألم اللي منختبره تيتمجد هو يلي علق على الصليب وتألم من أجلنا الألم اللي بيختبره الإنسان ربنا اتحت فيه الفرق بيننا وبين كل الأديان الأخرى إنه إلهنا تجسد وحمل وجعنا حمل ألمنا حمل صعوباتنا تحدياتنا أمراضنا على الصليب من أجلنا فإذا في حدا بيحس معنا هو مين هو إلهنا اللي خلقنا فالخالق افتدينا الخالق اتحت بوجعنا وبألمنا دعونا نصلي مع بعض إلهنا الصالح أمام أنين الخليقة ووجعها منعيش يا ربي هالواقعية إنه في ألم في وجع في مرض في صعوبات في تحديات في أمراض وإنت قلت إنه الخليقة كلها تأن وتتمخت حتى نحن أولادك أبنائك المفديين العيشين بوادي البكاء وعيشين بهذا العالم المضطرب نتألم متلنا متل كل الناس شكرا يا رب لأنه وجع جان ومرد جان وألم جان هو منه دينوني إلهي عليه إنما يا رب من أجل أن يتمجد الله في حياته وكل وجع بيصيبنا وألم منلك يا رب حوله لكي تتمجد أنت يا رب تحتك الواحد عم يسمع وعم بيشوف وعم تنزل دمعته يشعر بدعوة إلهية في الداخل نعم عم بدعيك لإلك عم بدعيك لإلك أنك تكون خادم أمين لإلي في هذا العالم بوجعك وبحالتك أنت الصورتي عكوس مجدي بهالعالم عكوس أخلاقي عكوس فرحي عكوس محبتي للناس من حولنا فشكرا يا رب من أجل هيدا الاختبار شكرا يا رب لأنك لمست قلوبنا ونصلي يا رب إنك تستخدم هالكنيسة وكل شخص عم يحضرنا ويسمعنا الصحيح والمريض ما حدا مننا ما عنده مرض يا رب ما حدا مننا ما عنده ضعف ما نصلي يا رب إنه اليوم نجيب ضعفاتنا كلها الروحية النفسية الجسدية من حطة بين إيديك ونقل لك شكرا شكرا يا رب لأنه أنت من الضعف تعطينا قوة شكرا يا رب لأنه الضعيف يقول بطل أنا في الرب وإن كان الله معنا فمن علينا نصلي بركة على حياتنا على كنقسنا على شعبنا بدي أشكرك يا رب من أجل جا تحديدا وإيمانه هذا الإنسان يلي مأسور بجسد لكن حر في المسيح يسوع شكرا يا رب لأنه هو سبب تشجيع لكثيرين وأمل لكثيرين وقوة لكثيرين وإندفاع لكثيرين شكرا يا رب لأنك عطيته عقل يقدر يفكر ويخطط ويبني عيلته وإنسان غير كسول نشيط حتى بالفراش كله نشاط وحيوية واستخدام لمجد اسمك شكرا من أجل جيجي يا رب وأمنتها ومحبتها لك والتزيمة هالزواج المقدس وإنت يا رب جعلت منهما جسدا واحدا اللي ما عنده إيد الآخر إيد واللي ما عنده حكمة ببعض الأمور الآخر عنده الحكمة شكرا يا رب لأنه بالزواج منتحد ومنصير جسد واحد نعم يا رب شكرا يا رب من أجل هالأمانة موجودة بحياتهم باركهم بارك بنوتتهم يا رب وعطيها تنمى بالإيمان وتعيش حياة وتكون سبب كمان بركة وتأثير في العالم شكرا على خدمة اليوم شكرا يا رب لأنك كنت معنا وزرتنا هلأ بدنا نقلك أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الأعلان نعم يا رب من اليوم فصاعدا أنا شاهد ليسو على المسيح للمشاهدة كنت